في قافلة عمل ثقافية تعتبر الأولى من نوعها اختتم عشرات المتضوعين العرب والأجانب في منظمة العمل للأمل جميع نشاطاتهم في مخيمات البيدر بالبقاع الغربي والتي استهدفت شريحة من الأطفال والشباب السوريين اللاجئين بقصد إعادة مسار التوعية ونقلها من جانب التفكير بلقمة العيش إلى تغذية ما همشته الحرب على الصعيد الثقافي والحرفي ولإعادة نبض الإبداع للسوريين بعد فقدانهم مدارسهم وجامعاتهم منذ أكثر من أربع سنوات بجي تعلم الأطفال إزاي عرفوا يعملوا فيديو إزاي عرفوا يصوروا وعرفنا نوصل معهم إن احنا نطلع كمان أربع أفلام عارفوا ينفزوها الأطفال بنفسهم إحنا كنا بنشرف عليهم بس هم بينفزوا جنسيات المتطوعين إحنا جنسياتنا مختلفة في مصريين في توانسة في سوريين في واحد سويدي النشاطاتنا كلها إحنا قافلة إغاثة ثقافية أبا مش عارف إي حاجات كده دي كلها حاجات جانبية لكن إحنا الورش اللي إحنا بنديها هي مصرح موسيقى تصوير فوتوغرافي تصوير فيديو صحافة وضم الحفل الذي يعتبر حصاد 15 يوما من العمل المتواصل عرض نتائج المشتركين السوريين الذين أبهروا المتدربين أهلهم والحضور بنتائجهم من أغاني ألفوها بورشة الكورال أفلام قصيرة كانوا أبطالها معرض لصور التقطوها بالإضافة إلى مجلة تحوي مقالات كتبوها وعرض مسرحي بعنوان يد واحدة لا تصفق ورسومات عبروا من خلالها عن مشاعرهم يعني اللاجئ السوري في 2015 صار ينتظر الكرتوني بصراحة وما كان متظر أبدا أنه يجي حدا يعلمه الموسيقى أو يجي يعلمه المسرح مثلا أو يجي يفتح له نافذة التصوير أو الفيديو أو يفرجي الزوايا الثانية إلى العيش يعني الخيمة أكيد ما فيه الأفق اللي بيفتحه المسرح وبينما يفتقر اللاجئون السوريون الذين فاق عددهم المليون ونصف لاجئ في لبنان إلى نشاطات ثقافية وفكرية تتركز على نقلهم من الواقع المرير الذي فرضه النظام في بلدهم والمأساة التي يعيشونها في بلدان اللجوء تواصل منظمة العمل للأمل نشاطاتها بإنشاء مدرسة لتعليم الموسيقى في بلدة بر الياس البقاعية ومخيم شاتلة في بيروت لمدة خمسة أشهر ترجمة نانسي قنقر